انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت الدورة الرابعة عشر لمهرجان بيروت للرقص المعاصر الدورة تقدم عروضا عربية وأجنبية وورش عمل ونقاشات ومعرضا فوتوغرافيا وتجمع نساء عدة يكافحنا يوميا في السر والعلن ويواصلنا الحياة مهرجان هذا العام يحتفي بالنساء وبمصاممات الرقص على وجه الخصوص في عروض تستمر حتى 27 من شهر أبريل نيسان الجاري بمشاركة فنانين من إسبانيا وإيطاليا والنرويج وإسلندا ومصر وفلسطين وسويسرا والولايات المتحدة ومهم بالنسبة نشوف نحن كمان إنه هيدا موضوع أساسي لازم نطرحه ونشتغل عليه ونضوي عليه كمان وفيه طاقات هائلة حلوة كتير ومهمة وأعمال كتير مهمة كمان لنساء مصممات رقص يعني فكان كتير حلو هيك نجمعوا كلهم بمهرجان واحد بلبنان كتير لمتد المحلات وين فينا نرؤس أو نعرض أو نعمل شيء وأكيد كتير مهم هيدا المهرجان لأنه كمان بيفوت ناس أنه فينا نحضر عروضات ما فينا نحضرهم بلبنان تقريبا ما في عروضات رأس يعني بيجو غير بهيدا المهرجان حتى يعني اللي نتعرف على أشياء جديدة ولا نعرض مع بعض العرض اليوم برأيي كان كتير حلو لأنه بالضبط كان عن التام تبع الومن وأي تنك ألوت أبت هتو دو مع البايلنس أجانست ومن واللي بعانوه يعني الومن ان جنرل بالعالم أي تنك إزبادي مبوتن لأنه في سروقات يعني فينا نسلط الدوت كمان على ثيمز متل هول المهمين كسير بيخلينا نشوف أنه المرأة الدافئة تكون مبدعة بكل شيء الشيء اللي حضرناه اليوم رائع عن جد رائع يعني بيخلي المرأة برأي أنا كثير بيعطي دفع للمرأة وقتها هي بتقول أنه لازم تحكوا فأنا بقول لكل مرأة أنه عن جد لازم تحكي ترجمة نانسي قنقر